المتتبعي قناة الفاس بريس مرحبا بكم في هذه الحلقة جديدا من برنامج كازا سيتي في هذه الحلقة هادي غن نقشو انطلاق مسلسل تخيم بالنسبة للاطفال في صيف الفين وثلاثة وعشرين لغة مستجدة المرحلة تخيم والتي لخدمات خدمات في هذه الحلقة نستضيف سي سعد داليا وعضو اللجنة الادارية لجمعية ساعد مرحبا بكم شكرا على الدعوة ونتمنى يكون هذا اللقاء متمير وناجح ونستضيف سي أحمد الهادي نائب الاول لرئيس جمعية المواهب السي الهادي مرحبا بك سيداليا بداية انطلق مسلسل التخيم بالنسبة لكم داخل جمعية أميج أشن الستعدادات اللي درسوا قبل من انطلق مسلسل التخيم شكراً لأخي بوستا وبرمارك الممكن لإخفاء الإخوة أنه موسم التخيم ما يبدأش في مرحلة اللوية يعني يوم ستا يونيوز هذلك تأطرم جموعة اللقاءات ومجموعة حدارات تكون بها الجمعية أولاً يعني في مشاركة في التدريب التي تنظمها الوزارة وتنسيقها مع جامعة وطني التخيم هذا من الجهة وكذلك تكون داخلية للجمعية لكي تحددون جمعة أهداف والبرامج اللي كانوا نضعوا فيها المشروع البيداغوجي اللي يمكن نزل وتفعيل داخل المقيم ما عدد المستفدين يستفدون بجمعية لكم؟ هذلك العام يستفدون حوالي 2000 مستفدون هذلك نظنه لا يشغف للجمعية للوزارة وكذلك تعرفونه هذلك العام الاستفادة غدوك التراجع يعني من العهد برنامج اللي عطل الجامع الذي نطلق في 97 أنه كان العدد وصل 250 ألف يعني مستفد الآن وصلنا العدد 120 ألف مستفدون سفعة عامة لا بل يتبالكم أميش تماعيش من التدقيق 1990 مستفدون ماشي المراحل والكي المدول اللي يشوفوا هذلك الناس المفتوزي أطفال أنه كان مجموعة الفضاءات كان فضاء لو كانت تنجا في الغابة الديبلوماسية هذلك يكون شبه وطاني كي تشكو في مجموعة الجيهات جهة دابل استاد أضباط قنيترا سلاح كذلك جيت مكناس فاس هذا جيهد كذلك كان مقيم آخر سيكون في خلزوزا إخوان دي الجهة الدربية مع إخوان دي الفرق أسوي سيكون في المحل الثانية اليوم 19 المحل الثانية سيكون مقيم إخوان دي الجهات مراكش أسوي هذلك سيكون في الحوزية بالإضافة فضاءات خاصة يمكن إخوان دي الجهة الجنوب سيكون في فضاء خاص سيكون الإخوان دي الجهة وبالجهة فضاء خاص إضافة أنه كم المنتقدين يفعيين سيكون في محمد دي في محل الخامسة محل الثانية وجميع الشباب سيكون في الحاجب في محل الخامسة أخصي دابل بنسبة لكم سماعة في جمعي اسمه وهي باش نجد الاستعدادات للموسم تخيم تيجي في واحد الظروف بعد مؤسمر الوطنة كما تتعرف بأن المخيمة الطربوية في الحياة العامة دي الجمعيات الوطنية الطربوية وهو تقريبا أكبر نشاط على امتداد السنة كنشتغلوا عليه الإعداد أولا أول شيء شهر مارس كن نوجده العرض الوطني المشروع الطربوية كامل كنقدموه للوزارة والوزارة تصنف الجمعيات بالنسبة لجمعية موابلي الطربية الاجتماعية نصنفة ضمن الجمعيات ألف يعني الحصيص اللي كتتتاخده من عند الوزارة هو أعلى حصيص بمعنى أنه هاد السنة كما قال أخذ لي المكتسبة اللي كنت عدنا السنوات الفارطة قبل من كورونا كنا نخيمه وصلنا إلى 4000 هات السنة الوزارة كتعطي الجمعيات صنف ألف الأولى كتعطيهم 1400 مقعد في الفضاءات الخاصة وكتعطيهم 400 مقعد زائد 400 مقعد في الفضاءات الخاصة يعني خصيص الجمعيات هي اللي تبحث على هذه الفضاءات تكريها أو لا في إطار شركات وعلاقات دونك من بعد ما كنا نخذو هذا الحصيص كتجي مرحلة ثانية هي التفاوض مع الوزارة المراكيز التفاوض تعنا هاد السنة كنديو احنا المقترحة تعنا وكنلأ مهم مع المعطيات اللي كتكون عند الوزارة بالنسبة للمراكيز اللي احنا توفرنا اليوم هاد السيف الفين وثلاثة وعشرين على المرحلة الأولى اخذنا طمارس بميتين واربعين مقعد المرحلة الثانية وكذلك رسلمة في إقليم إيفران مية واربعين مقعد المرحلة الثانية اخذنا الحوزية الشاطئية تهية بميتين واربعين والمرحلة الثالثة اخذنا ثلاثة المراكز المركز الشمال اللي هو الجبهة هو جديد هذا المركز اللي غدي يتفتح وبالمناسبة غدي يتحرموا الأطفال دي المرحلة الأولى نظرا لأن المركز مكيتوفرش على الكهرباء وغدي يعوضهم تعوضهم الوزارة بمراكز أخرى بالنسبة للمركز الثاني اللي غدي يكون عندنا هو مركز دي البوزنيقة وهذا المركز هو أول سانة كمركز كمخيام من الجيل الجديد للتعودات الصيانة ولا يعني مركز يعني محترم في المرحلة الأخيرة عندكم الجبهة لا في الثالثة عندنا الجبهة وفي المرحلة الأخيرة عندنا سيدي كوكي عندنا سيدي كوكي اللي هو مخيم يعني ماشي قديم ولكن محترم خاصة هذه من المشاكل اللي يتروح على الجمعية التخيمة قد يتعد تنقل وش يعني كينشي تنساق مع المجالة المنتخبات باش توفر لكم التنقل وتبقى مجهود شخصية من طرف الجمعيات بالنسبة لكين جوج ديال الوسائل كين الوسائل الوسائل الأولى كين القيطار بالنسبة للمراكز لتدجيف الشبكة ديال الوينسيف وبالتالي الوزارة كتوفر لنا نقل تكميني مثلا إفران كنمشيوا حتى لمكناس وكنلقوا كيران تتوفرهم الوزارة اللي كوصلونا حتى العين لمكان حتى المراكز لتخيم وبالتالي كنلقوا فيها بعض المشاكين لأن الوينسيف عندها واحد نظام يعني صارين يعني كيعرق التجيل ديال المخيمات مثلا هات السنة طلبت من الجمعيات باش انهم اللي غادي يستعمل القيطار في واحد الوقت باقي ما بداش تجيل كي خسك أعطي العدد اللي وبالتالي مني كتجي باش تقطع انت يا مثلا عندك مئة منقعد ويالله استطاعتي باش باش تسجيل تمانين منقعد خسك تخلص الأهميات منقعد ويعني كتك تقنج مو عديل المشاكل المشاكل الوسيلة الثانية هي الحافلة اما كتكريها الجمعية وكت يعني الاداء من من عند الجمعية وكنستخلصوه من من هذيك الواجبات المساهمات تعال اطفال كنسميوها تحليل المساهمات هذيك ما كنسميوش أجر هذيك يعني مساهمات لأن الوزارة كتوفر لنا المركز بالموضو وكتوفر لنا التغذية كتبقى المساهمة اللي كيساهم بها الطفل كتبقى المساهمة اللي كنن وفروا له بها الزي كنن وفروا له بها النقل كنن وفروا له بها بعض مواد الاتنشاط مواد الادوات الاتنشاط وحتى بعض الادوية اللي كتصادفنا بعض الحالات أخصي السيداليا ربما الواقع ما تختلفش على النوالي الغيامة شي هذا الغيامة نخدرنا نشاهدها أنها تخيم وهذا حق مكتسب عدد الأطفال المغرب خمسة مليون يعني ما كننصنش لما حقه هذا تلقى خمسة في المئة من هد مئة وعشرين أفل اللي كتشارك المستفيدة تحليطة في أخل هالي دان النقل إذا نقشنا إشكالي كبير عنده شقين أولا الشق للوينث أنه لا يعقل أنه الأطفال تشركهم مع المسافرين عادي هذا مكتسب يعني أنه يستيقظ أنه يتجد أن يتجد أن تذهب إلى تجارة من جديدا تجارة تجارة من جديدا أن تجعل القطار إلى تجارة و أن تجعل القطار إلى تجارة قسم دائما إذا كان يتجد و تتعرض و تتعرض ومعادة أن يأتي من الفاس ينزلون من القيطار يعني ما يقولون ينزلون يوجموك هذا حاجة لهم كلها تتحول هذه المأسيكة وكتعوه وتطلع عنفك في القيطار الآخر الذي يأتي من الفاس هذه الطمرة الكبرى قد تكون مقطع حز رقمه في القيطار وكتفاجر أنه يدخل مع المسافرين العاديين وكتفاجر محترين وكان يتعلق من قيطار لأنه بدأت القيطار المسافرين وكتفاجر من أطفال المخيرة فهي ينزلون من الضرب وكتفاجرون من الأدوار وكتفاجرون من أطلس وكتفاجرون العاديين هذا الشيخ الذي أعيشه أنه لوانسيف ولكن قائد أنه كان معلومة بلإجناء في الوزارة قطع الشباب والجامعة أوطانية تخير مولوين سيف، ولكن لا يمكن أن تضبع الميل في هذا الأشكال كبير هذه هي نقطة ثانيا، نقل النقل، هذا يبقى دور الجامعة المحلية الجامعة المحلية هي دورة غائبة في دعم هذه هي نقطة من المواصل الميداني لأن جمهور المجالس المتخبة كانت ترصد اعتمادات مالية لأطفال المخيئة يعني إذا كان هناك مقاطعة في الدبيض، يمكن أن نقول اسمها أو هذا الناس تعتقد أن الوليدة المخيئة من جمعية نقي ورئيس المقاطعة يقول لك أن يجلب ورقة ورقة قبول وعطيك الوصيلة خاصة من ضمن الاعتماد المخيئة المخيئة نقول أن هذه نموذج المتخبة مقاطعة الفيدا أسمح لي إلا إسمحتي إلا بغينا نقول بأنه جميع المقاطعات التي فيهم يعني أطور لأولاد الميدان تحسوا بها تحسوا بها وطبيعة الحال كي تدروا لمخصص التاعه كي يهتموا به كنا مقاطعة أخرى للناس المسؤولة عليها بعيدة للميدان لا علاقة لها به طبيعة الحال يعني إذا ما كخص مرافعات بش هال المكسبة واخد شبه بالنسبة الموهي بش كون الأطفال التي تتسيب ليوش غير الأطفال اللي داخل الجمعية ديالكم اللي منخارطي مع الجمعية ديالكم ولا عايدا الأطفال آخرين لا إحنا ما كنسيب ليوش الأطفال اللي كينشطوا معنا طول السنة يعني بوحدهم إحنا جميع ابناء الشاب وجميع الفئات والطبقات كنت عاملوا معها سواء يعني ذيك الطبقات الهشة ولا حتى يعني العائلات الميسورة واللي كيبغيوا اللي كيعرفوا بحق المخيام والدور والفوائد تاعه ويعني أش ممكن يأخذ منه الطفل حتى هو ما كنسيب ليوش أش ممكن يأخذ الطفل هذا هو اللي قاش آخر واحد من محور آخر اللي نتناقش فيه هو مش الأطفال الآن يستفيدون من مراحلة التخيم لكينة ولا أن إنسان تبشي دايع الوقت وتيش وغير مشوف المسألة لكن ما قلت لأخي يا بوستاذ صحيح ولكن غير باش نعرفوا أن المخيم هذا حق جميع ما لغير أنه حق وشكل استفادة أنا جايق لأمسألة إنه ليس متياز ليس لفئة مؤيانة داخل هذا هذو أولاداتنا مغاربة من حقهم يستفدوا أنه قد عندنا الوزارة جميع الفرداتنا الطيب أخص تمشي خمسات مليون طفل نظرات الأرض التي لدينا هذا حق مكتسب ليس متياز ولد هذو والدفن ولد هذو الأولاد الجمعية إنه بما يخص ما يأخذ الطفل أعطي أبراه مدرسة ومدرسة الانشاءة الاجتماعية إنه الطفل الذي يأخذ عندك على حق المدرسة يعني لن يتقل ومدرسة الاجتماعية يعني كنطاق مدرسة وفي ملابسه فإنه لا تجد وفردك على شخص إنه يكون بمدرسة الاجتماعية إنه يدعي ومدرسة الاجتماعية لن يدعي لا يستطيع بعمل ولا يقوم بفراش ولكن لن يأخذ المخيم لن أقول لن أقوم بالتعالي ولكن كان مخيم الانتزام في الانضباط كانت تفق الصباح، كانت تقلل مسائل ديالك، كانت تذهب المرافق الصحيحية كانت تجد مسائل ديالك الصحيحية كانت ترجع، كانت تتعود الطفل الثاني شيء هو التغذية التغذية منساجية في الوقت عندك فطور، غدار، وجبة العصانية، لعشاء يعني كان الطفل يفضل، يجب أن يكون بأياكم من صباح واحد بلاجة في مخيم، كان المسائل منضبطها كانت تغذية، كانت تغذية، كانت تغذية في مجال التربوي كانت تحفين نقاش، كانت تغذية كيف يكفي؟ بالنسبة لك السلهادي، كيف يكفي أن مرحلة واحدة من تخيم، تجعل الطفل يدير العادات التي يهدر عليهم؟ ولخص أي مراحل متعددة لكي يكتسب التجربة؟ إذا الطفل في المرحلة الأولى دياله أول مخيم مع هذا المخيم إذا لقى الجود التربوي والجود كان عنده الجود الأبوي وجود الأمومة وجود دو كل الأصدقاء تاعه عبارة عن أنشطة محفزة هذا سأسر بأنه غادي واللي يطلب والديه باش يمشي جوج 3 مراحل وهو واحدة المجموعة ديال الوليدات اللي كي يوصلوا للسن اليافعة وكيمشوا المخيمات ديال اليافعين وكي يتحولوا يعني تجربت المرحلة الأولى تعتخين قرية الحالة دبا المخيم فيه جوج هو عبارة عن مجتمع مصغر كي عيش فيه الوليد بواحد القوانين وكي نساج معها وكي تدير معها واحد الميطاق في الأول وكي عيش حتى ديال الأجواء الديموقراطية ديال برنامان المخيم عندنا جوج ديال البرامج عندنا البرنامج القر ضبط لي هذك الوليد من الإستيقاب مختل ديال بالنوم هاد المراحل المراحل الكاملة ديال ليوم كلها تكون مسجر لك لگامه عندنا البرنامج العام هو من اليوم الاول هو من الاستقبال له هاد الأنشطة لديال الصباح الأنشطة بالمبعد الزوال والأنشطة المسائية كلها تكون محطوطة وهذا هو ما يسمى المشروع البيداغوجي ما هو المشروع البيداغوجي اللي كنشتغلوا عليه اللي كنهيئوا كل سنة بناء على شعار كنشتغلوا على ذلك الشعار مثلا نشتغلنا ذيك السنة على البيئة هاد السنة كنشتغلوا على حقوق الطيفل السنة أخرى كنشتغلوا على القيام الوطنية والإنسانية اكسترا هاد المشروع كن فيه الدباجة السياسة ديال كذلك المجالس ديال المخيم المجلس الطفل مجلس الفرق مجلس الجامعة ومجلس المخيم والمجالس ديال الاطور المجالي استدبيرية بمعنى أنه الوليد كيتعلم الديمقراطية في المخيام كيتعلم المسؤولية كيتعلم الحقوق الواجبات إلى غير ذلك من مجموعة دي المسائل ولكن خصوك دائما تذكر باش أنك تخرجوا على جواء دي المدراسة ما تخليش في ذلك الجو دي المدراسة الدراسة التعليمية المتحانات أكسطير تخرج كيتليبيرا وكي تكون ورشة فكرية كي تكون ورشة تنشيطية يعني في إطار الفنون فنو الأداء موسيقى مصراح وخدر رأس يلاغرنا على المؤطرين داخل الجمعيات واشهد مؤطرين تكونوا أبناء تعلجمعياتكم في المواهب وستساعدوا مؤطرين آخرين واشهد مؤطرين عندهم كفاءة يعني باش يتبقوا دمسائل سبق أنه تكلم الأخ داليا لأنه في إطار الإعداد الموسم تخيمي كتكون عندنا تدريب تنصيق مع الجامعة الوطنية اللي تخيم هذه مناسبة باش نتكلموا على الجامعة الوطنية اللي تخيم هي جامعة اللي فيها جميع الجمعيات الوطنية والجهوية والجمعيات المتعددة للفرع والجمعيات المحلية اللي كتبك واللي من خرطة في هاد الجامعة هاد الجامعة هي البورت بالر ديال الجمعيات مع الوزارة يلي كتمت الجمعيات مع الوزارة ويلي كترافع للمخيمات على الفضاءات على كل ما يتعلق بتخيم وبالتالي كننضموا تدريب تدريب داخلية وتدريب التنصيق مع الوزارة والجامعة تنسميوا التدريب غالباً كتكون في العطل الربيعية والعطل اللي كيكون فيها الجامعة والمؤسسات التعليمية كنتستقبلوا الشباب اللي عندهم شهادة البكالوريا والمستوى البكالوريا واللي عندهم 18 عام للفوق كيدوزوا بالدرجة الأولى العام الأول وفي الصيف كيمشوا يديروا شاكولوا بالأمرأة الجمعية أو لأي شاب من الشباب ممكن أنه شاب لأول مرة غالدي يجي للجمعية كينخارط في الفرع بالنسبة لنا كجمعيات وطنية كينخارط في فرع من فرع اللي اسميته وإحنا كتجينا مثلاً مئة مقعد كنوزعها الفرع تاعنا والفرع تاعنا هما اللي كيقتار حق بناءً ديمقراطياً بناءً على هذك الشباب يعني الأولويات واش كينش طيلة سانا واش يالله جاء وبناءً على ديك المستحقات كي جولوا لدات المراكز ديالتدريب كي ياخدوا كل ما يتعلق بهذك المرحلة التخيمية كل ما يتعلق الجانب القانوني الجانب الطربوي الجانب وكينه تدريب ديال الاختصاص اللي تكلم عليها السيداليا اللي هي مثلاً الاقتصاد اللي هي الاختصاص في التنشيط اختصاص مثلاً في التعبير اختصاص في المعامل الطربوية كينه تدريب ديال المديرين وديال تكوين المكوينين واخر تدريب اللي كيكون في حياة الايطار غد تتم تتم الاختصاص هبما هاد الشاب اللي كيجي ما يمكيش مباشرة غيمشي التدريب يعني ممكن ماشي غياجي ودخل لسنت يعني على الاقل هاد الشباب كينتقوا داخل جميع كي مصو جوي ما هو العمل الترباوي كي عافشنا هو الطفل المجموعة الاشياء الالي ديال المحفز يمشي الوستدريب الاشكال اللي كانت تطرحو هاد عام كيت اشكال الكورونا كان واحد توقف العمل الترباوي بشكل تقييم لها احنا المسألة اللي كانت شروله في تصوير جاتب الوزارة بغض النظار لها الدورة تكون اللي كتكون كنتم من هنا يتعد النظار يكون واحد مقترح ويقول بمار جميع جميع يقترحو هذا تكون الدورة تقدير غصي كلاج يعني بحال السلطة وحد نحن نحن في الفضاء الاستقبال موجود على نفس غريب ويقول بحال الدراجة الأولى ويقول السلطة وحد نجلب الشاب يوميين يستفيد لأن قلوم جميع الألي لتنشاة التباوي ويقول انها تهيئ ويقول تدريب ويقول هل مرحلة تدريب لسياح يبقى قاعد أنه يمشي ويجري للشباب وعنده واحد المدخم هي الطفل الذي يجري التعامل فيها تهيئ أمه سباقا لأنه يمشي أصلي هذا الطفل يتعامل معه كيوم في المخيم هذه الصابحة التي تجد نصط فيها تدريب ما الذي يختيتي في التدريب وهذه الملكات الفكرية والمهيبة التي تتوضفها في النشاط مع أطفال ريتامر المحاكم الحقيقي هو المخيم أنه الطفل يبقى معه يقول 24 ساعة 24 ساعة لأنه الأب والأم لا يمكن أن يكون مقابل 24 ساعة 24 ساعة هنا يمكنك أنه ماذا يجعلون في المخيم وأنه الطفل يبقى عدد المدريب 24 ساعة 24 ساعة يمكن الممشى الإطار يكون مهتفل المسلسلة ساعتين في المغرب منذ سنوات من سنوات الخمسينات ولهذا وش محنش الوقت أنه نبدلو طريقة التفخير في هذه المخيم ونشوف مخيم من العصر الجديد لا فعلا يعني الوزارة الجامعة بمعية الجمعيات هي منكبة على جديد المستجدد لأخيرا على مستوى المناهج اللي يتلقوها الأطر في التدريب لأعلى مستوى يعني الاجتهاد في الفضاءات لأعلى مستوى الاجتهاد في يعني في أسلوب التغذية بحيث أن التغذية كانوا الجمعيات اللي كيجيبوا الطباخات تاعهم وكالمويل يعني واحد مجموعة ديال ولكن أنا شخصيا كيبالي بأنه الجديد خصو يكون يعني كيواكب العصر حجيات متطلبة طفل ألفية ما بعد الألفية التالية طفل ديال السبعينات اللي عشنا احنا ما كانش الحاجيات تاعنا هي نفس الحاجيات الآن الطفل كيديم على البرطابل كيدخل المخيام كيحيد للبرطابل أنا كيبالي بأن هذا البرطابل هو وسيلة اللي اللي تعيش مع الطفل خصو يدخل في الفقرة التنشيط ودخل الصورة الآن تخرج الطفل الشريع ضير به بمعنى أنه تكون حاضرة عن أنشيط الصورة تاهية بين الأنشيط يعني هذه التكنولوجيا الجديدة تستمر كما هو مطلوب أنها تستمر في المناهج الدراسية التعليمية تستمر كذلك في مناهج المخيمة الطربوية وبالتالي الآن كينا مستجد جزائد أنهم جموعة ديال يعني طربويات ما يسمى الطربويات خصصات تحسيس داخل المخيم تصور معي أنه كين شوليدات أول مرة غدي يتعاملوا مع كيف الشيخ سنينات ومسميت تتيجو المخيم كين شاركات مع دي فونداس مع مؤسسات مثلا في الصحة اللي كيديرو هذه العملية في الطربية الطرقية كيجيو الناس ديال الوقاية يعني من السيداء من من اكسي طيرا اتبالك السيداء اليار الشي اللي قل هذه صحيح تطويل العضل التربوي ووزار ومساق مع الجميع مع الجميع كين مادة خاف ما يوم هو التربوي هنا كمشاوتين كنقول مش فوح الإطار يتطويل المخيم واش عفلنا الدربي دع فيها جهة دع بدرس شحاف مخيم مخيم واش الربعة مخيم الجيه الحوزية تماريس تماريس ووضعوا الآن ما دخسوها تماريس عينسبح المحمدية العالية والمدار الجاميل وكين بن سليمن وبالعالي كدبها هذا الفضاء ومشاوت الفضاءات واش هلو كنش فوق احنا كجيهة الدربي كجيهة اللي عندها فوق مليون طفل واش كتلبي هاجيات احنا هلن دخل احنا 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 في البنية التحتية وانا كانت مجهود مخيم فضاءات جديدة وكلا تباها جديدة لماذا لم يكن فضاءات ثانيا هنالك مجلس المجالس المنتخبة بالله لم يكن يدخل شركة مع قطع الوصي ويبنو مخيم في المستوى الله شرط من بوزنقة احترس ويبنو وما عدناش مخيمة اللي في المستوى الله بوزنقة درجة ألف ما تبقى لا يشغف يعني سبع لا يشغف بسألة اخرى اخي انا يوم اصدمتني الموسم الفارق مني تفتحوا المخيمات بدرت واحد تزيارة المخيمات المخيمات الاطلس هي مخيمة يضرب بالمثال تاريخ لان تاريخ نعلينا 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 اولا المخيمات كانت الأزمة اللي ما تصدو ذلك المخيمات لا تصدو مخيمة كل القهر يعني لا تصدو 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 كل المخيمات ولكن روح طبيعة ورح نقول لك طبيعة لأن المخيمات تصدو في إطار الاستثمار وفي الاستثمار الأجانيب نقول لك لا نعرف ما سيطلو نتمنى نحن محرومين من هذه المناطق نتمنى نتمنى يكون تجوية مسافة سنوات مقبلة شكرا شكرا على قبول الدعواء شكرا 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 على قبول الدعواء متتبعي قناة الفاس باريس إلى اللقاء الفرصة القادمة وفي حلقة نتيجين جديدة من برنامج كازا سيتي